اشتركوا في القناة اغلق خام البصر المتوسط على ارتفاع ايضا بلغ 84 سنة ليصل الى 75 دولار 17 سنة وسجل مكاسب اسبوعية بلغت دولار 42 سنة كما اغلق خام برينت على ارتفاع بمقدار 66 سنة ليصل الى 74 دولار 90 سنة وسجل مكاسب اسبوعية بلغت دولار 5 سنة هذا اغلق خام غرب تكساس الوسط الامريكي على ارتفاع ايضا بمقدار 76 سنة ليصل الى 69 دولار 16 سنة للبرميل وسجل مكاسب اسبوعية بلغت دولار 48 سنة قال مستشار السوداني المالي مظهر محمد صالح قال ان هناك علاقة غير مباشرة بين نفقات الموازنة العامة واراداتها من جهة ودور السياسة النقدية في السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي وتقريبه نحو السعر الرسمي من جهة اخرى واضاف صالح ان سعر الصرف يتم من خلال سياسات التدخل لتحديد حجم السيولة المحلية التي تستند الى احتياطات اجنبية تعتمد على عائدات النفط في الموازنة العامة مبينا ان الاحتياطية الاجنبي النقدي للبلاد يقف في المقابل منه الطلب المحلي على العملة الاجنبية والذي يتأثر بالانفاق العام في الموازنة بشكل كبير خرجت شركة مصر للطيران من قائمة افضل 100 شركة في اخر استطلاع لشركة سكايتراكس لتصنيف شركات الطيران التجارية وكذلك من قائمة افضل 10 شركات طيران عربيا احتلت مصر للطيران المركز الخامس والتسعين في عام 2022 لكن خروجها من قائمة افضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي متح العديد من التساؤلات بشأن تقييم اداء اقدم شركة طيران في الشرق الاوسط في ظل تراكم الديون واستمرار الخسائر حيث قدرت خسائر الشركة بـ 30 مليار جنيه كما تراوحت خسائرها الشهرية بين 700 و 800 ألف دولار أمريكية أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية انسي بأن الدين العام في فرنسا تجاوز للمرة الأولى عتبت 3000 مليار يورو في الربع الأول من هذا العام ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعهد إشارته إلى أن الدين العام الفرنسي الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كورونا زاد أكثر من 63 مليار يورو ليصل إلى أكثر من 3000 مليار يورو وبلغ الدين العام أكثر من 111% من الإجمالي النتيج المحلي بنهاية الشهر الثاني من العام الماضي وأكثر من 114% من الربع الأول في العام الماضي وفي خبرنا الأخير تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر حزيران الجاري إلى أدنى مستوى له في 15 شهر نتيجة هبوط أسعار الطاقة وهبط معدل التضخم إلى 5.5% من مستوى 6.1% المسجل في شهر أيار الماضي وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات هذا وكشفت البيانات تراجع أسعار الغذاء إلى مستوى 11.7% في شهر حزيران الجاري مقارنة بـ 12.5% في شهر أيار الماضي بحسب يوروستات وتبقى معدلات التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% فيما يتوقع محللون أن يتواصل رفع معدلات الفائدة والآن هذه الانتقال السريع مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العمرات الأجنبية وأسعار المعادنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية المجزي الاقتصادي بأمان الله